مرحبا بكم في درس جديد من دروس علوم حياة الأرض في مدرسة والذي سوف نرى فيه حصيلة لعلم المناعة في هذه الحصيلة نختارح المحاور التالية الحواجز الطبيعية لجسم ثم المناعة غير النوعية ثم المحور تالت نخصر المناعة النوعية والhorام ببعض اضطرابات الجهاز المناعك لنبدؤ جميع اضطرابات جهاز المناعتي وفي حال تيديTH٢ جهاز المناعي عندنا نحتاج إلى مساعدات الجنوان كل هذه المحاور في فيديو خاص المحور الأول الحواجز الطبيعية للجسم هي الحواجز الموجودة منذ الولادة في هذه الحواجز الطبيعية عدنا مجموعة من الحواجزية دموع الجلد العصارة المعيدية الغضاد العرقية إلى غير ذلك والتي يمكن أن نجزئها إلى جزئين جزء أول هو حواجز ميكانيكية مثلا الجلد أو حواجز كيميائية مثلا السوائل العصارة المعيدية أو الغضاد العرقية التي تنتج العرق بطبيعة الحال هناك حواجز أخرى مثلا الفلورا المعيدية التي لها دور في أيضا محاربة غير ذاتي والعناصر الممرضة ونسميها بالحواجز البيولوجية نرى في المحور الجديد المناعة غير نوعية وفي المناعة غير نوعية اتطرقنا سابقا إلى أول مظهر من هذا المظاهر المناعة غير نوعية وهي الاستجابة الالتهابية وقلنا بأن استجابة الالتهابية تزميز بأعراض خاصة وقلنا هي بين أربع وخمس أعراض أربع أعراض أساسية وأيضا تدخل وسائد كيميائية التهابية أساسها أو أهمها الهيستامي اقترحنا لكم هذا الرسم وللاحظتم هذه مرحلة البداية وهذه النهاية ففي البداية كنلاحظوا بأن السمك ديال البشرة وديالجلد وأيضا الشكل ديال العرق الدموية وهو عادي هنا عندنا مجموعة من البكتيريات وعندنا هنا نهايات عصبية وكنلاحظوا بأنه في النهاية هذا الشكل سوف يتطور إلى شكل جديد وكنلاحظوا بأنه سمك ديال هذه المنطقة ازداد ثم أنه عندنا مجموعة من المتغيرات أهمها وهو خروج هذه الكريات البيضاء ليلب العاميات نحو الوسط ديال الالتهاب أو المنطقة التي حدث فيها دخول مولد المضاد ونسمي هذه الظاهرة بالإنسلال ومجموعة من المتغيرات الأخرى الأساسي فهو أنك تعطينا الأعراض الأربع اللي هي الانتفاخ متبوع بالإحمارار والإحساس بالألم وارتفاع درجة الحرارة ليقولنا أنها ترتفع في هذه المنطقة دائما في إطار المناعة غير نوعية شفنا أيضا البلعامة وفي العالمة قلنا بأنه يمكن أن تكون هذه البلعامة أو تدخل البلعامية ممكن أن يكون مستقلا أو أنه مكمل لاستجابة مناعة أخرى فعلى شفح الاستجابة الالتهابية ثم عندنا في هذا التدخل ديال البلعامية عندنا رسم القطاع الأحنا عليكم سابقا أيضا لو رحضتوا عندنا مجموعة من تطورات تحدث خلال هذه البلعامة أهمها أولا أن البكتيريا سوف ترتبط بالبلعامية ونسميها بمرحلة الالتحام ثم تانيا لو رحضتوا الشكل ديال هذه البكتيريا إذا أصبح الآن داخل البلعامة أو يكاد يكون داخل البلعامة فنسمي بعمليات الإبتلاع ثالثا لاحظت هنا عندنا أن البكتيريا أو مولد المضاد أصبح كله داخل البلعامية فهنا يحصل الهضم ثم بعد الهضم نتائج هذا الهضم يتم طرحها خارج هذه البلعامية فنتحدث عن طرح البقايا البكتيريا دائما في إطار المناعة غير نوعية عندنا تدخل جهاز خاص وأساسي وهو جهاز عامل التكملة وفي هذا الجهاز طرحنا عليكم أيضا هذا الرسم السابقا هذه العملية تدخل جهاز عامل تكملة فيها دائما تنشيطات متتالية وانشيطارات أيضا فهذه التنشيطات والانشيطارات كتعطينا المرور من عنصر إلى آخر فحل أخذينا سيد أخواء مع سيد أخواء بي هنا لدينا انشيطار ثم عندنا هذه العملية كاملة تتم بتنشيط يمارسه مولد المضاد ثم تتوالى عمليات الانشيطار ثم تنشيط ثم انشيطارات أيضا لكي نحصل في النهاية على أدوار مختلفة لعامل تكملة اللي هي اجتداب البلعاميات أو تسهيل البلعامة أو تكوين مركب الهجوم الغشائي كومبليكس داتاك مونبغانر فكخلاصة أدوار عامل تكملة كما قلنا هي اما اجتداب البلعاميات أو تسهيل عملية البلعامة أو كما قلنا ماذا تكوين مركب الهجوم الغشائي المحور الثالث نخصصه إلى المناعة النوعية فهذه المناعة النوعية اقترحنا مجموعة من الوطائق وخصصنا جوجة الفيديوهات خاصة بمناعة النوعية الخلطية والمناعة النوعية الخلوية هناك نظر فقط خلاصة وكلاحظوا بأنه ممكن أن نقسم هذا الرسم إلى جزئين جزء أول اللي سيكون عندنا في هذه المنطقة وستكون مناعة ماذا لنحضرنا فقط خلايا تيويد تيسي وخلايا مستهتفة فهي مناعة خلوية جزء ثاني عندنا فيه العناصر المنفدة هي مضادات الأجسام فستكون طبيعة الحال ماذا خلطية نسبة إلى الأخلاط إذن في هذه النوعين ديال المناعة عندنا دور أساسي ورئيسي للنفاويات تيكاتخ فالنفاويات تيكاتخ نعتبره مركز جهاز مناعة لأنها من جهة تساعد لنفاويات تيويد على التفريق والتحول إلى تيسي لدوره وهدم هذه الخلايا المستهدفة التي قلنا عندها شرطين يجب أن تكون ذاتية ويجب أن تكون معفنة أو مغيرة بينما اللنفاويات بي بمجرد كنت ذكروا اللنفاويات بي فإننا نتحدث عن المناعة الخلطية ومن خاصية اللنفاويات بي أنها قادرة على التعرف على مولد المضاد مباشرة وهذا لا يعني بأنها لا تحتاج إلى اللنفاويات تيكاتخ ضروري أن توجد لنفاويات تيكاتخ لماذا؟ لأنها تنتج الأنترلوكينات الأساسية لتنشيط هذه اللنفاويات بي فعندما تنشيط لنفاويات بي تتحول إلى بلزاميات والبلزاميات دورها هو إنتاج مضادات أجسام بمجرد إنتاج مضادات الأجسام نحن في طور التنفيذ وفي هذا الطور بطبيعة الحال يتم محاربة مولد المضاد بطرق ثلاثة إما أولا تكويل مركب المنع ثانيا تنشيط عامل تكملة ثالثا تسهيل البلعامة شفنا أيضا بعض اضطرابات الجهاز المناعاتي لا تذكرتو وشفتوها في فيديوهات سابقة فهذه الاضطرابات شفنا اضطراب الأول هو الأرجية وفي هذه الحالة هذا الاضطراب هو لا أريد أن أعطيه تعريف وعبارة عن زيادة في حدة الاستجابة المناعاتية بشكل غير متوقع ففي الأرجية الذي يحدث هو أن مولد المضاد عندما يدخل في اتصال أول للجزم بمولد المضاد تكون استجابة منعاتي عادية يرتبط بالخلايا العارضة للمحدد مصدد وطبيعة الحال تتم استجابة منعاتي عادية يحصل داخلها تعاون بين اللمفاوية TH اللي قلنا هي مركز جهاز منعاتي واللمفاوية LB دور لمفاوية LB هي أنها تتحول إلى بلزامية ثم تنتج مضادات أجسام في هذه الحالة فإن مضادات الأجسام منتجة هي HGE و HGE سوف ترتبط على مستقبلات خاصة على مستوى الخلية البدينة فنقول بأنه يحصل تحسيس للخلية البدينة أو الخلايا البدينة هذه الخلايا البدينة فيها حويصلات اللي فيها الهيستامين وبمجرد الاتصال الثاني بمولد المضاد فالذي يحصل هو النولة الحتونر فرق بين هذه الحالة والحالة اللي عندنا هنا وهو ماذا تفريغ هذه الحبيبات هذه الحبيبات تتوفر على الهيستامين فيتم بالتالي إفراز الهيستامين ونتحدث عن إزالة التحبب هذا يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض السريرية مثل عسر التنفس ومبيل الحالات اللي عندنامة حالة الرب إضافة إلى الإفرازات المخاطية المفرطة والتق الشرف الشكل الثاني من أشكال اضطرابات جهاز مناعتي في هذه الحالة عبض أن تكون الاستجابة مناعتية ذات حدة مرتفعة حيث أن هنا استجابة مناعتية قاسرة وهي حالة السيدة التي يسببها فيروس السيدة نرى دورة حياة هذا الفيروس حيث أنه فيروس فيا شفنا البنية دياله فيديو خاصة به نقلنا بأنه دورة حياته تلخص في اتصاله بالخلية التي سوف يعفنها وهي اللمفاوية تكاتخ فهذه الحالة نقول بأن فيروس يدوى من أخطر الفيروسات لماذا؟ لأنه يذهب مباشرة إلى التطفول على مركز الجهاز المناعتي وهو اللمفاوية تكاتخ فالتطفول على هذه الخلية نحن لدينا الإشكال في فيروس السيدة أو حمى السيدة أنها حمى قهقارية أو فيروس قهقاري لا يتوفر على الدين بل فقط على آيرين وأن هذا آيرين يتحول إلى الدين بفعل وجود الناسخ العكسي ثم الدين ديال اللمفاوية تكاتخ يعتبر هذا الجزء من الأضعين ما نسميه بشير الحمى يعتبره ذاتياً فيبدأ في إنتاج بروتينات الخاصة بهذه الحمى ثم يؤدي هذا إلى تكاترها على حساب الخلية التي ستموت في النهاية بانتحار خلوي في حالة وجود اضطرابات في الجهاز المناعاتي فإن الجهاز المناعاتي يحتاج إلى مساعدات ما هي هذه المساعدات للجهاز المناعاتي في هذه المساعدات عندنا وشفنا سابقاً إما التلقيح أو الاستمصال أو حالة أخرى ليزرع النخاع العظم ودرنا مقارنة بين التلقيح والاستمصال فالتلقيح يتم بواسطات حمات وهنا أو ما نسميها دوفانات ثم الذي يحصل وفي النهاية تتوفر لدينا لنفاويات B بشكل دائم داخل الجسم قادرة على إنتاج مضادات الأجسام وفي المدخل مولد المضاد سيتزم محاربته بهذه المضادات الأجسام كنقارنها بالاستمصال الاستمصال لا نعطي حمات وهنا ولكن نعطي للشخص المصاب فقط مضادات الأجسام فعلاً هي تقوم بوظيفتها في محاربة مولد المضاد كالحمات مثلاً ولكن يتوقف دورها هنا بحيث أنه لدخل مولد مضاد مرة أخرى فلا يجد مناعة جاهزة بشفح الحالة التي لدينا هنا ثم عندنا الحال الثالث وهو زرع النخاع العظمي بطبيعة هذه عمليات لا يتم القيام بها إلا في الحالات القصوى لم يكن فعش فيها الحالات السابقة التي هي التلقيح والاستمصال في هذه الحالة رأينا بأنه يكون لدينا شخص معطي وشخص متلقي شخص معطي للنخاع العظمي وشخص يتلقي هنا في زرع النخاع العظمي نقول بأنه نزيل الجهاز المناعاتي للشخص المتلقي ونمنحه جهاز مناعاتي الشخص المعطي بطبيعة على هذا في مجموعة من الشروط التي رأيناها في فيديو خاصة من بين هذه الشروط يجب أن نختبر التلاؤم النسيجي يجب أن نعزل الكوريات الحمراء للطعم في حالة عدم تلاؤم بين الفصائل الدموية ثم وإقصاء نوعي للنفاوية للطعم لكي لا يتم إطارة استجابة مناعتية ضد النخاع العظمي المزروع وبالتالي رفضه نتمنى تكون هذا الفيديو فاتكم ونلتقيه في فيديو لاحقا